مسائل اجتماعية المجتمع السوري الجديد مع عابد العظم السلام عليكم ورحمة الله جاءني سؤال مهم جدا عن قضية الحياديين والرماديين كما يسميهم البعض يعني هؤلاء الناس الذين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ويفتخرون بذلك يعني بظن الواحد نفسه أنه فهمان بيقعد بيقلك أنه أنا ما لي مع حدا أنا مع الحق أنا مع مصلحة البلد ويتبجح بهذا الحكي يعني يظنه نفسه أنه إنسان كتير عاقل وكتير عنده حكمة وعمق أو مثلا بظن نفسه أنه كتير قلبه كبير يعني بعد كل هاي الأيام بيقول أنه ما بيحمل بنفسه أي ضغينة لبشار أو لهدول الناس اللي عم يقوموا بما يقومون به لأنه فيه لهم وجهة نظره يعني بيقدر أقول كمان أنه هذا الرجل بلا قلب لما يصف مع الباطل ويقعد يقول أنه والله معهم حق النظام يعني بدون يقعدوا يظلوا جالسين وما يدفعوا عن حقهم الحق على هي العصابات المسلحة هي يلي هجمت على النظام ويجب أن النظام يرد عليهم يعني بطريقته الخاصة اللي هي الآن يلي عم يصير فشو رأيي بهدول الناس اللي عايشين بيناتنا يعني اللي هنن يمكن يكونوا جيراني أو أهلي أو أقربائي أو يمكن مجرد اللي موجودين معي بالبلد أنا الصراحة رأيي فيهون صارم جدا يعني رأيي هدول مخذلين هدول يمكن سبب هنهم بتأخر نصر الثورة أنا مؤمنة بالقول الأجنبي اللي ترجموا وما بعرف مين اللي قالوا أنه هدول يمكن أسعر مكان بالجحيم إلهم ليش؟ لأسباب كثيرة أهمة أنه هدول الناس ما عندهم قلب يعني بعد كل اللي عم يشوفوه تلت سنين ونص والناس عم تنقتل وتباد وتذهب أطرافها وتتعرض للتهجير وللاعتقال وللتعذيب وللموت تحت الأنقاض وكثير يعني صار فيه إثباتات تدل على أنه النظام يقصف مناطق المدنيين يقصف مناطق حتى ما فيها أي أحد من الجيش الحر ولا فيها أي حاضنة شعبية أو أي شيء مجرد ناس مدنيين يعيشون في أمان الله يا دوب مع الغلاء وتغير وضع البلد يدبرون طعامهم وشرابهم فتأتيهم فجأة براميل الموت يهجرون من مناطقهم وصرنا نحن متأكدين أنه في خطة كبيرة للدولة العلوية من أجل ذلك يهجرون لحتى تباد مناطقهم ويسكن فيها قوم آخر فالوضع خطير وهؤلاء يزيدونه خطورة تاني شغلة هدول بلا عقل يعني إذا بعد كل هذه الأيام وكل هذه الثورة ما زالوا يظنون أنه والله في عصابات مسلحة وأنه البلد فعلا مهددة وهناك مؤامرة خارجية ضد نظام الحكم وليس ضد الشعب فكيف نثق بعقل هؤلاء يعني ناس بلا قلب وبلا عقل كيف نعيش معهم كيف نطمئن لهم أو بقى ابنهم يكونوا ناس عندهم مصلحة مصلحة من وراء ما يحدث أو عندهم جبن جبناء خايفين أنه يتكلموا هلأ نحن نرضى بالناس المعرضون للخطر يعني مثلا فهلأ ما زال في ناس بالداخل موجودين لا يستطيعون أن يعبروا عن آرائهم بس هدول ما بيكونوا يعني لا يعبرون لكن هنم في داخلهم ضد النظام في داخلهم مع السورة لكن ربما في ظروف معينة منعتهم أنه يقولوا الرأي هذا بصراحة وبضوح هؤلاء نتقبل منهم الصمت لكن أن يقول بملء فيه أنا حيادي أو أنا محايد أو أنا رمادي أو أنا لست مع أي أحد هذا الكلام غير مقبول في هذه الظروف وبعد مرور هذه الأيام الطويلة أصلا لا يوجد شيء اسمه حياة يعني لو جينا نحلل النفس البشرية نحلل الإنسان نجد أنه لا يوجد أي شيء اسمه حياد الحياد شيء خيالي يعني هلأ أي إنسان لو كان يمشي في الشارع ووجد إثنان يقتتلان بدون شعور منهم طبعا المقاتلة تجلب نظر الناس في الشارع فيقفون ويتفرجون من غير شعور منه يبدأ يكون رأيه أن يميل إلى هذا الشخص أو يميل إلى هذا الشخص بدون شعور منه يبحث عن المظلوم وعن الظالم فنرى الإنسان دائما ينحاز وعلى فكرة نحن بحياتنا نشكو دائما من الانحياز والميل نحن نريد الحياد ولا نجده في هذه الدنيا فكيف نتقبل من هؤلاء في مثل هذه الظروف ثم نعيش معهم ونأكل معهم ونشرب معهم ونضحك معهم ونسمر معهم ونتقبل منهم هذا الكلام خاصة أن هذا الشيء يتطور يعني أنا لي قريبة ابنها متزوج من سيدة أهلها كلهم من هؤلاء الحيادين فأصبح حفيدها يأتي إليها إلى البيت ويقول يهتف ببشار وأسم بشار ويهتف للنظام ويهتف بأشياء كثيرة فتخيلوا أن يصبح في بيوتنا نحن أمثال هؤلاء ألأيتم كيف أن الذي لا يكون مع أحد الأطراف ويكون محايدا لا بد أن يميل إلى طرف من الأطراف فهؤلاء بعقلهم الباطن حين يقولون نحن حيادين يميلون إلى هذا النظام لأنهم يشعرون أن هذا النظام كان يمسك البلد كان يهيئ لهم الأمان والأطمئنان كانت الأسعار في وضع أفضل كان الناس يعيشون حياتهم العادية يخرجون إلى الملاهي يخرجون إلى الأسواق يخرجون يسافرون يعودون كان كل شيء ميسر ومسهل فيعتبرون أنه بقاء النظام هو أفضل من هذه الثورة التي سببت لهم الفوضى وغيرت حياتهم من أولها إلى آخرها حتى الدول لا تستطيع أن تكون محايدة يعني يقولون أنه من زمان أندونيسيا أقامت في بلدها اجتماعا لتعمل رابطة عدم الانحياز وكان من أوائل من انضم إليها مصر ويغوسلافيا وكان وقت الرئيس عبد الناصر وكان تيتو لكن بعد فترة قصيرة من هذه اللقاءات وهذه الاتفاقيات رأينا أن من قام عليها انحاز فانحازوا إلى الدول الشيوعية ونسوا أنهم هم من نادى بعدم الانحياز إذن عدم الانحياز هذا شيء غير واقعي لا يمكن أن يكون وبالآخر الإنسان ينحاز في عقله الباطئ إلى جهة من أجهات وعلى فكرة أنا قريب كان من هؤلاء رفض أن ينحاز إلى أي طرف وكان من بداية الثورة يحذر من أن تنتهي الثورة إلى من انتهت إليه الآن من القتل والفوضى وكان يقول أنه ماشي الحال وليس لم يكن مع النظام ولم يكن راضيا عنه ولكنه كان يدافع في يوم من الأيام داهموا المكان الذي يعيش هو به الذين معه خرجوا كانوا كل من هؤلاء الأشكال كل حيادين خرجوا لما رأوا النظام بدأ يأتي إلى هذه البلدة ورفض الخروج وقال أنه أنا بريء لم أفعل أي شيء وأنا بالعكس أدافع عن النظام وتشهد لي كتاباته وكانت له كتابات وكانت له صفحات مثل أي أحد على مواقع التواصل لما مرت ثلاث أيام على خروج أهل القرية ولم يخرج وجد أنه فعلا الوضع أصبح سيئا فقرر أن يخرج هو الآخر لما خرج على أول حاجز أمسكوه والآن له سبعة أشهر لا أحد يعلم عنه أي شيء نحاول تقصي الأخبار نحاول السؤال لكن لم نصل إلى أي شيء فبالآخر حتى الإنسان الحيادي أو الذي يدافع عن النظام نوعا ما يجد نفسه بالآخر حينما يجد الجد هو الآخر موجود مع الشعب ومحسوب على 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 الجهة الأخرى لأن الحياد كما قلت لكم مرفوض الحياد لم يعد موجود الحياد لم يعد مقبول وأي إنسان يسكت ولا يفعل أي شيء كل طرف يحسبه على الطرف الآخر فنحن نحسبه على النظام ونرفضه ولا نتقبل بيننا أبدا والنظام يحسبه علينا ويرفضه ولا يتقبله أبدا وهو في خطر في كلا الحالين والإنسان الناضج العاقل يجب أن يكون له موقف وأن تكون له قضية فيحدد أن يكون مع هؤلاء أم مع هؤلاء مسائل اجتماعية المجتمع السوري الجديد مع عابد العظم فإذا نحن نرفض هؤلاء الحيادين يعني كيف يدافعون عن هذا النظام ويقولون أنه من حقه أن يدافع عن نفسه ولا ينظرون إلى هذا الشعب المسكين الذي لم يفعل أي شيء ثم يتعرض لكل هذا الهوان وهذا الزل ويضطر أن يصبح من اللاجئين في دول الجوار أو يصبح مهجرا في وطنه يعني أناس كانت لديهم دورا وكانوا يعيشون حياة جميلة وليس لديهم أي شيء مع هذا النظام وهم يعيشون في القرى والمناطق البعيدة ثم تعرضوا للنيران وتعرضوا للبراميل وتعرضوا لهذا الظلم فمن حق الشعب أيضا أن يدافع عن نفسه فنحن نرفض هؤلاء الرماديين نرفضهم رفضا قاطعا ويجب أن نقاطعهم لا تقول لي أن والله هؤلاء أقرباء لا نستطيع أن نفعل ذلك هلأ ممكن الأقرباء أن يكون لهم هلأ الآن لدينا حالتين الأقرباء يمكن يكون لهم حالة خاصة ستكلم عنها لكن الذين ليسوا من الأقرباء الذين نتعرف عليهم الآن بسبب الثورة بما أن الناس يهجرون إلى مناطق ويجتمعون يعني كنا نعيش منعزلين الآن أصبحنا نجتمع بكثير من الناس فلما نجتمع يجب أن نعرف ما هو موقف هذا الإنسان من الثورة فإذا كان رماديا من الأصل لا نبدأ معه أي علاقة إلا إذا ظننا أننا نستطيع أن نقنعه أو نصلحه ونجعله فردا عاملا وأن يكون فعالا وأن يصبح معه يصبح مع هذه الثورة أما إذا كان مصرا ويتبجح كما أجد أنا بعض الأشخاص ويصر على موقفه وبعض الأشخاص نعرفهم من قديم وجادلناهم كثيرا فإذا كان مثلهم فلا تبدأوا معه وقاطعوه ولا تقتربوا منه وإياكم أن تزوجوه أنا أصبحت أعتقد أن الزواج يجب أن يكون من أسسه ومن مستلزماته أن نعرف هذه العائلة التي سوف نصاهرها هل هي مع هذا النظام أم ضده أم حيادية هذا مهم جدا لأنه كما قلت لكم يعرفكم عن عقل هذا الإنسان عن قلبه وعن سلوكه هل لما نتزوج ما أهم الأشياء التي يجب أن نعرفها نعرف هذا الإنسان من هو ما توجهاته وما هو عقله كيف سيعامل البنت في المستقبل إذا كان شابا كيف سيعامل البنت وكيف البنت ستعامل هذا الشاب فالموقف من الثورة أمر مهم جدا سوف يسهل علينا الأمور لما نسأل نكون قد اختصرنا نصف الطريق إذا كان مع الثورة معناته هذا إنسان له قلب وله عقل ويحسن التصرف ومعناته إنسان شجاع وإنسان عميق وإنسان قدير وإنسان ليست عنده أنانية فإن لم نجده كذلك فلنكن حذرين ولنبتعد عنه سواء بالصداقة أو بالمصاهرة أما الناس الذين هم منا وطبعا نعرفهم من قديم والثورة عمرها ثلاث سنوات فقط فهؤلاء ماذا نفعل معهم أنا أيضا أشجع المقاطع وهنا تأتي المفاصلة يعني ما معنى أن الحب في الله والكره في الله هنا يأتي هذا المعنى أنه أنا هذا الشخص أصادقه أو أتركه أو أحبه أو أكرهه لله فقط لأجل الإنسانية لأجل الشريعة الإسلامية ولكن إذا كان مقرب كثيرا مثلا أم أو أب أو يعني قد تكون المقاطعة صعبة وقد يعني قد يعني يكون لها أثر سلبي أكثر من الأثر الإيجابي فممكن بهذه الحالة أن أقلل من التواصل أن أحاول وأبذل جهدي ولا أمل وأن أتكلم دائما في هذا الموضوع أحاول أن آتي بأي إثبات بأي حجة بأي طريقة بأي وسيلة لأقنع هذا الشخص أن يقلع عن الحياد على الأقل بفكره يعني يمكن ما يقوم بشيء إيجابي قد يكون جبانا لا يرضى أن يشارك بالقول أو الفعل أو دفع المال في هذه السورة لكن يكفي أن يكون موقفه مشرف ومشرق وإذا لم نستطع السيطرة على النظام أو على الشبيحة أو تبديل مواقفهم فليس أقل من أن نبدل مواقف من حولنا يعني ما نحن عم نقول إنها ثورة فإذا كانت ثورة لازم أنك تكون الثورة في كل مكان وفي كل بيت فكل إنسان يتصرف مع من يلوذون به يحاول أن يغير عقلهم أن يغير فكرهم أن يبدل هذه القناعات البائدة طب هلأ بعض الناس يستعينون بالدين لكي ينصرفوا عن نصرة هذه الثورة فيقول لك فتنة هي فتنة طب يا ناس يا عالم من أوائل الثورة ونحن نقول إن الفتنة في الأمور التي لا تكون واضحة يعني أنا المثال اللي ضربتو اتنين يختلفان يتقاتلان أنا جئت حاولت الفصل بينهما هذا أتى بحجة وهذا أتى بحجة أنا الآن حائرة لا أدري هل أكون مع هذا أم أكون مع هذا في هذه الحالة تكون فتنة ويكون من حقي أن لا أنصر أي طرف وأبتعد عن الإثنين لكن لما تكون الأمور واضحة وضوح الشمس الآن الذي نراه من التعذيب والاعتقال والتبلي وأخذ الشباب إلى القتال مع النظام كل هذا أمر واضح واضح أن هذا النظام ليس مسلما نظام سيء نظام يكيد للناس نظام يريد إسقاط هذه الثورة بأي شكل نظام لا يحب الإسلام نظام لا يحب القيم نظام ينشر الفساد ينشر الرشوة ينشر الأمراض الاجتماعية فإذن الموضوع واضح عندي طرفين واضح تماما هلأ يمكن يكون في بعض الخلط أن الناس يقولون أنه والله إحنا ما عاد نعرف عن الجيش الحر ما عاد نعرف عن الكتائب المقاتلة لكن رغم ذلك يبقى هناك ناس شرفاء يجب أن ننصرهم وإذا دخل بينهم الخبس لا يعني أنه كلهم أصبحوا سيئين أو أن نمتنع عن نصرة هذه الثورة فإذن الموضوع هذا مهم جدا يجب أن نقف كلنا معه يجب أن نحاول أن نوضح الأمور وأن نلغي هذه الطبقة الرمادية أو الطبقة الحيادية وأن نرجعها مرة أخرى إلى نصرة هذه الثورة أن نوضح لها الأمور أن نبين لها ما هي الحقيقة حتى نتخلص مما يحدث معنا الآن يجب أن تتوضح الأمور طيب أنتقل إلى سؤال صغير جاءني تسأل عن مشكلة فراق الزوجين مشكلة فراق الزوجين حين أنا يمكن تكلمت عنها قبل الآن فراق الزوجين وقلت أنه لما يفترقان كل واحد يصبح له عقله ويصبح له رأيه فالمهم أنه إذا اضطر أنا أظن تكلمت عنها وجاءني اعتراض أنه طب ماذا يفعلان إذا اضطر سأقول هذه الملاحظة الصغيرة أن يبقى على تواصل يعني مهما بعدتهما الظروف هي في بلد هو في بلد ياريت يتواصل كل يوم كل يوم تقول له ماذا حدث مع الأبناء ماذا فعلت هي هو يقول لها ماذا حدث معه حتى نتلافى المشكلة التي تكلمت عنها في حلقة ماضية من أنه تصبح هي في طريق ويصبح هو في طريق مما يؤدي إلى صعوبة الطلاق مرة أخرى وتصبح عنا مشاكل زوجية نحن الآن في غناء عنها لأننا مع الثورة نريد أن نقرر بكل شيء علاقة الأزواج علاقة الأبناء كل علاقات لكي لا يعني يزداد تشرذم الشعب السوري وتزداد صعوبة التقارب فيما بين أفرادهم وجاءني سؤال آخر وكلام كثير في هذا الموضوع وكلما ذهبت إلى محاضرة أو قرأت مقالة إلا ما أجد فيها هذه الكلمات أن هذه الثورة لن تنتصر إلا بعد أن ينصلح الناس ويتخلون عن الموبقات ويتخلون عن الفسوق وعن العصيان ويصبحون ملائكة يمشون على الأرض هذا الكلام قيل من زمان وتحدثنا عنه وسأعود الآن للحديث عنه لأنه لم ينتهي أنا من مدة قريبة كنت في محاضرة كبيرة وكان الموضوع عاما ليس عن الثورة السورية مع ذلك أمسكت الميغريفون إحدى داعيات المشهورات وأخذت تقول هذا الكلام وتيأس الناس وتكلمت حوالي ربع ساعة وهي تؤكد على هذه المعاني لن ننتصر ولن ننتصر ولن ننتصر حتى نتغير وحتى نتبدل وحتى نحسن إلى بعضنا بعضا وحتى نصلي وحتى نصوم وحتى نرجع الحقوق وحتى وحتى فكانت الحاضرات عددهن كبير جدا فتأذينا من هذا الكلام وبعد أن ذهبت أخذنا يتساءلنا هل هذا معقول؟ ماذا نفعل؟ طيب نحن بذلنا ما نستطيع من الجهد البشري نحاول مع أولادنا نحاول مع أزواجنا نحاول مع قرابتنا لكن ماذا نفعل أكثر من هذا؟ أنا لا أحب هذا الكلام أبدا أشعر أنه يخذل أنه يبطئ أنه يعني يعدي فيشعر الناس بالإحباط فلا يفعلون أي شيء لنصرة هذه الثورة ولكن لو رجعنا إلى المعارك الكبيرة في التاريخ هل كان الناس في ذلك الوقت كلهم صالحون وجيدون حتى أحرزوا النصر؟ على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ألم تكن المدينة ممتلئة بالمنافقين؟ يعني ممتلئة بس كان موجود فيها عدد لا بأس به من المنافقين كانوا مؤثرين قد لا يكون كثيروء العدد لكنهم كانوا من المؤثرين في بعض الأشياء التي حدثت في عصر النبوة ومع ذلك المسلمون انتصروا في عصر عثمان بن عفان كثرت الفتوحات وتوسعت كثيرا وفي زمنه بدأت الفتن وبدأ التمهيد لما بعده من خلافة علي وما حدث بعده وسيطرت الأمويين ومع ذلك كان في فتوحات وانتصر المسلمون لو رجعنا إلى التاريخ لو رجعنا إلى الدولة الأموية على طول التي استمرت تسعين سنة وإلى الدولة العباسية كان في فتوحات كثيرة كان في انتصارات للمسلمين لكن لو جئنا إلى الحياة الاجتماعية لهؤلاء الناس ماذا نجد فيها؟ نجد فيها مخالفات عادية كانوا يعيشون كما نعيش نحن الآن كان هناك بذخ وكان هناك إسراف وكان هناك ظلم للناس يعني كان بكل بساطة ممكن إذا شاعر قال أي شيء لم يعجب الخليفة أن الخليفة يعاقبه أو يجلده أو ممكن أن يقطع رأسه في بعض الحالات فكان الظلم موجود كان كل شيء موجود مع ذلك استمرت الدولة الإسلامية استمرت الحضارة الإسلامية استمرت الفتوح استمر كل شيء فأرجوكم لا تشيعوا هذه الأشياء هذا الدين وجد لكي يقوم بالجهد البشري لكي يقوم بالإمكانات البشرية الإنسان يبذل جهده يقوم بما يستطيع القيام به ولكنه لا يكلف بأكثر من هذا هناك أمور بالآخر خارجة عن الإرادة هناك القدر الله سبحانه وتعالى له أمور يريد أشياء وما النصر إلا من عند الله فإذا تأخر النصر يكون لأمر يريده الله بجوز أنه يكون هذا هو آخر الزمان هذه هي الفتن الكبرى هذه هي الملاحم فربما علينا أن ننتظر فترة من الزمن حتى تأتي يعني يأتي ما وعد الله به وتأتي الانتصارات التي نحن ننتظرها وأيضا لدينا نحن الآن أسباب واضحة لإنعدام النصر لماذا نذهب إلى الأسباب الأخرى الخفية هلأ أنا راجعت القرآن كله قرأت قراءة سريعة لكي أتبين أنه الكلام الذي يقال صحيح أو لا لم أجد أي آية قرآنية تقول أنه نحن لن ننتصر حتى نصبح ملائكة تمشي على الأرض أنا رأيت بالعكس يعني آيات أخرى تبشر بأنه إذا توكلنا على الله إنه إذا صبرنا والصبر معناه والانتظار هذا معنى من معاني انتظرنا عملنا وانتظرنا سوف يأتينا النصر فهناك أسباب أخرى تأتي بالنصر وليس مجرد الزنوب والمعاصي لا شك أنه التقوى تقرب الناس أكثر من النصر يعني كلما اقتربنا من الله وكنا أحسن وأفضل وعملنا أعمالا صالحة لا شك أن النصر يقترب منا أكثر ولكن العكس لا يعني أنه سنبقى نحن في هذه المحنة بس فقط بسبب ذنوبنا وأعمالنا السيئة وإنما الآن في عنا أسباب واضحة على الأرض علينا تجاوزها عندنا الخيانة الخيانة أمر واضح جدا نراه بأعيننا عندنا هؤلاء اللي تحدثنا عنهم الرماديين والحياديين الذين لا ينصرون السورة هلأ سورة بدون حاضنة شعبية كيف سوف تستمر؟ هذا الجيش الحر ألا يحتاج إلى أناس يقومون عليه يداوون الجرحى ويعدون له الطعام ويساعدونه في التخفي وأمور أخرى كثيرة فإذا هاي من أسباب تأخر النصر يجب أن نضعها في عين الاعتبار ونهتم بها عندنا المؤامرة الدولية الكبرى كمان يجب أن نهتم بها نهتم بالشيعة نهتم بإيران نهتم بالدول الغربية التي تشجع هذا فنحن نلتف عليها في الداخل نحن والشعب نتآذر مع بعضنا هلأ التوحد؟ أليس التوحد سببا من أسباب النصر؟ اعتصموا بحبل الله جميعا أن المسلمون يكونوا معا يكونوا يد واحدة هذا أيضا سبب من أسباب النصر فلماذا الآن لن نتحد مع بعضنا بعضا الكتائب تتحد والذين يقومون بالتعليم يتحدوا الشعب نفسه يكون على قلب واحد يتآذر يتعاون ينسى الخلافات يقوم بعمل أشياء فهذا كله من أسباب تأخير النصر يجب أن نضعه في عين الاعتبار وأن نهتم به جميعا وأن نكون يدا واحدا نكون على قلب واحد ونتذكر دائما إذا كنا كذلك فإنه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة يعني نحن الآن قد لا نستطيع أن نجمع الشعب السوري كله على قلب واحد إذا كنا لا نستطيع إقناع قرابتنا وأهلنا بهذه الأمور المهمة أكيد لا نستطيع جمع الشعب لكن يكفي أن تجتمع مجموعة من الشعب من أولي العقل الكبير من أولي القدرة على التخطيط من أولي العزم والمثابرة هؤلاء سوف يستطيعون فعل الكثير هلأ الكتائب المقاتلة التي سيطرت على 70% من الأراضي السورية كتائب قليلة يمكن لو أخذناها نسبة وتناسب مع عدد الشعب السوري نراها قليلة الآن الذين يقومون بدعم الثورة من الشعب نفسه من الحاضن الشعبية يمكن يكون عدد كثير قليل لكنه على قلته استطاع أن يفعل الكثير بسبب هذا الإخلاص وهذه المثابرة وهذا الاستمرار يعني والله تأتينا من الغوطة قصص رائعة في التضحية في العزم والاستمرار أن يتواصل معي من هناك شباب يقولون لنا فقط أعطونا خطط وأفكار ونحن مستمرون ومصرون على المضي في هذه الثورة بس أعينونا أعينونا بخطة كما يقولون خارطة الطريق ماذا نفعل كيف نتصرف إذا حدست معنا هذه الأمور كيف نلتف عليها عندنا هذه المشكلات واحد اثنين ثلاث أربعة رجاء أعطونا حلولا لها ونحن نعد بأننا صامدون وأننا مستمرون في هذه الثورة وإن شاء الله لن نتوقف طالما أننا على الحق وطالما أننا نعرف أنه نحقق انتصارات ونحن متفائلون كثيرا بأننا سوف نحصل بعد كل هذا على شيء كبير وشيء عظيم إن شاء الله بقي أن أذكر ببريد البرنامج الموجود إذا كانت لديكم أي أسئلة نرحب بها على هذا البريد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسائل اجتماعية المجتمع السوري الجديد مع عابد العظم